كيف أنت نبي؟ أنت فوق ملعادي أنت فوق ملعادي كيف برتها يا جرجس؟ يالله خلص بمعتن عشان هنحطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زينا مين يا باب؟ جنات بنتة ولا مش حاجة فريس سويد ايه ملعا في حاجة؟ لأ مفيش سلار فايعة شوية يا جرجس يا ابني الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله، لا يوفريخه إنسان وجنات هلية هترتاح معها طلع عمرك والرفياء بتفقن والتقينة بترفع والحلوة بتوحش المهم السلام النفسي اللي بينكو والمحبة هي اللي تدوم اصلا يا بابا كمان حولة شوية العجيبة يا إخي انت علي الحاجات انت فاك اللي ما هتتجاوزها هتفضل باصص في عينيها طلع عمرك الحاجات دي بيتدوم على الأيام وبالعشرة العنين هتتطبع على بعض دي هابلة يا بابا انت ما شفت شمك يوم ما تجاوزتها الجواز بيعقل مناخيرها مناخيرها طلع هل قد تحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجاوزها يا بابا ما لتجاوزه ما للمناخير انت ما شفتش مناخير أمك يوم ما تجاوزتها زلومت فيهل بس ما على الأيام والمحبة وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز ما شفتش مناخيرها ما شفتش مناخيرها سلام عليكم يا شيخ محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها انا عاوز الحاجات اللي في الورع لي ها اوه خيار بيان اختش يا عبدالهادي تهد الله كسط الطيب وحجر النار دي خامس كوازة يا عبدالهادي الله مش أحسن ممشي في الطريق البطال والعروسة باها عندها كم سنة إن شاء الله خمسة وعشرين سنة يبقى الله يرحمك ويحسن إليك امم وادي كباب من عندي وقيتين بل فبنبن عشان إيه؟ عشان العزة بتاعك ما هو بالطريقة دي الخارجة بعد الدخل على طول موسيقى عاوزينك في كلمة يا شيخ محمود خير يا محسن بي أخوك اسامة فينا والله أي ما عرف يا محسن بي احنا عارف إن انت رجل طيب ومحترم وملكش دعوه بحاجة بس هاديني بقول لك هون لو أخوك كلمك أو اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه انصحها يا شيخ محمود وبلغوا بقى إن دي آخر فرصة هنتدهيله حاضر يا مهشة حاضر اتفضلوا شربوا حاجة موسيقى 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 الثمر السنوي الحادي والخمسين للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب في المرات إيه بس يا لو أموة تمرات إيه؟ إحنا لو عدنا مئة سنة في البلد دي مش هناخد حقان ما ها؟ لعرفين ابن كنيسة ولا حتى نصلح ضغط مية في كنيسة من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له السنة هو كده وبس وفي حد من أولادنا يقدر يتعين في نصب مهمة في الدولة طب قولي في كم وزير مسيحي في الحكومة بس بوس وأحضان وقرارات ومؤتمرات واللي في القلب في القلب يا كنيسة متهدين متهدين إيه يا شيخ جات ده إحنا اللي متهدين ده إحنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسة وتلت تربع فلوس البلد معاهم هم سايبين شغلانا ما بيشتغلوهاش على رأيك ودريب منوك ورؤساء مجالس إدارات شركات استثمارية الكبيرة كلهم مسيحيين أيو الله يا شيخ جات انت عمرك شفت شحات مسيحي ها أيو صحيح وقال إيه قعد يقولوا عيدنا مش أجازة عيدنا مش أجازة لحد ما بقت أعيادهم كلها أجازات أجازات أعيادهم على أجازات أعيادنا وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي يا حيال إلال مع الصليف يا حيال إلال مع الصليف Day فلقد حسن ديننا الخليف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء والإسلام بريء منهم براعة الذئب من دم ابن يعقوب يحيا النار مع الصليب يحيا النار مع الصليب الآن أترح الكلمة لأخي بوليس الواعد الشهير وأستاذ علم اللهود بسم الآب والابن والروح القدس إلى أنه واحد آمن نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة وتحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين إن البذر التي في الأرض والتي تطرح ثمرا طيبا نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائل بين عنصرين الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن يحيي لله المعصرين يحيي لله المعصرين يحيي لله المعصرين يحيي لله المعصرين ابة هل المعصرين اهل fiance يو испطرح يو الجزء ايه اللي 뜨ال؟ أنا أول مرة أسمع صدة في العربية اجري يا باب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يجب كان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأوا الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام انت تواصل ايه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده يا شيخ عمر أنا راجل مؤمن وأعرف في البناء وبصلي فروض وبصوم أنا ما ما حبش يكون ليه أي انتبالك معا الدينية ما تحبش؟ بفرض عليك يا شيخ محمود يا دي برضو فيها أحب وما أحبش بعليل رفضك ده ممكن يوحد الفتنة بين الإخوة في الجماعة فإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل أنا ما كنتش عض في الجماعة أساساً عشان أبأ أمرها ولا يا ما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده ودي النتيجة ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ ما تشهيد سعيكم مشكور يا إخوانا اشتركوا في القناة قل لن يصيب لأي إلا ما خطب الله لنا ربنا يحوض عليك يا محمود أنت ماجل طيب أمرك ما عملت حاجة وحشة لحدك تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسب يا الله ونعمل وكي لا يا فندم إحنا عارفين مين اللي عمل كده كويس اسكلم يا بابا شو 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 يا فضل يا فندم إحنا ما قلنا شعر عشين في الرعب ده إحنا مهددين شوفوا لكم حال احمونا